أحبتي المشاهدين الكرامينما كنتم سعد الله مساءكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحدث من أرض الحدث كانت وما تزال القيادة السياسية في دول العالم تعمل وبشكل جدي ومنقطع النظير في رسم سياستها الصحيحة التي تضمن لها حماية أمن وأمان المواطن وتلتزم بمواد دستورها القاضية باحترام حرية المواطن حينما يريد أن يعبر عن رأيه ليوصل بذلك صوته إلى المسؤول عما يتعرض له من ظلم واضطهاد هذا الظلم والاضطهاد ناتجان عن التخبط السياسي والفشل الإداري في العراق لا زالت المظاهرات مستمرة ولا زالت الإصلاحات شبه متوقفة لحد اليوم متظاهرون أمام منطقة الخضراء يطالبون بمحاسبة المفسدين وبالاستمرار بالإصلاحات ويمهلون البرلمان سبوعين لتحقيق مطالبهم لكن سعد الحديث المتحدث بإسم رئيس الوزراء يقول أن الإصلاحات لن تتوقف وقد تشمل ترشيقا حكوميا جديدا في الأيام القادمة بينما النائب عن ائتلاف المواطن حبيب الطرفي يقول أن طرح إصلاحات جديدة يتطلب تنسيقا عاليا بين من يعلن الإصلاحات ومن ينفذها ومن يعطيها الشرعية والنائب آلاء الطلباني عن الحزب الكردستاني تقول لا أعتقد أن العبادي سيقدم إصلاحات جديدة لكنها رجحت أن رئيس الوزراء الدعم الآن والنائب محمد الكربولي عن اتحاد القوى يؤكد أن الحكومة تتعرض لضغوط كبيرة تمس حياة المواطنين بخصوص الإصلاحات إصلاحات العبادي إلى أين هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم باسمكم أرحب بعضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب محمد نوري العبدرب أستاذ محمد مرحبا بك مرحبا بكم أخي العزيز ومشاهدي قناة سام الراء الكرام حياك الله وأرحب أيضا بأستاذ صباح علا والباحث في جن العراقي والكاتب المحلي أستاذ صباح مرحبا بك أهلا ومرحبا بكم وبقناتكم أيضا سينضم معنا عبر الهاتف من واشنطن الأكاديم العراقي الدكتور هيثم هادي الهيتي نكمل الحوار بعد نشات هذا التقرير يبدو أن أجواء العراق السياسية شبيهة بمناخه فهي متقلبة لا تستقر على حال معين فبعدما حظي رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتأييد وإسناد من قبل الشعب والمرجعية والكتل السياسية عادت اليوم بعض الكتل تلمح إلى احتمالية سحب الثقة عن العبادي بسبب عدم تنفيذه لبرنامجه الإصلاحية اليوم نلاحظ أن بعض الكتل السياسية بدأت للأسف الشديد تسحب أنفسها وكأنما تريد أن تسحب الثقة عن سيد العبادي بسبب مماطلة لهذه الوصلاحات مماطلة لبعض القرارات التي يطرحها ويتراجع بها مرأة أخرى يعني اليوم اللحظة سيد العبادي أنه هو ليس صاحب القرار وكأنما هناك شخصية أخرى تملي عليه هذه القرارات وهو لسانه ناطق لتلك الشخصية ويطرحها ومن ثم يتراجع عنها كسلم الرواتب وغيرها من القرارات العفو قانون اللي حصل عليه كثير من اللغة هو القانون الحرس الوطني يعني للأسف الشديد لحد الآن نلاحظ هناك مماطلة وكأنما أشياء مطاطية فيما يرى أخرون أن مسألة تغيير الحكومة مرهونة بأمرين الأول استمرار الحراك الجماهيري والمتمثلة بالتظاهرات والثاني سحب تأييد المرجعية للحكومة ورئيسها وهو ما يفقدها شرعيتها التي تؤهلها لقيادة البلاد أنا أعتقد أن الإصلاحات موضوع عائم لا ينفذ كما أعتقد أن عملية سحب الثقة واحتمال سحب الثقة من العبادي هذا لا يتم إلا بأمرين مهمين هما استمرار الحراك الشعبي وتصاعده بقوة وبهدف مشروع واحد هو سحب الثقة من العبادي وإعادة تشكيل الحكومة والبرلمان ومسنودة بدعم المرجعية الدينية التي لها قاعدة جماهدية واسعة في العلاق ومن جميع المكونات من هناك تصريح لدود القانون خلال 48 ساعة سحب الثقة من العبادي أنتم ماذا تصعبون الثقة من ليش خليتوه؟ الرجل هو ما كان رأيتها الرجل هو جئته خليته واختاريته لهذا المنصب لخروج المالكي أسا تختارون جميعهم ترجعونه ماشي نحن كشعب لحد الآن صار سنة على العبادي ما سوى شيء نحن مع كل من يعمل لهذا البلد نعم بالتأكيد العبادي ما حقق شيء نعم بالتأكيد بغيت الكتل تسحب الثقة من يمه هذا ما يتمنى الشعب العراقي لأن حد الآن صار ما يقارب 13 مظاهرة لأن الناس تطلع بالشهر لحد الآن محد استجاب إلى مطالبهم يذكر أن العبادي توجه مؤخرا إلى مدينة النجف الأشرف للقاء المرجعية الدينية في وقت يراها مراقبون بأنها محاولة لكسب تأييد المرجعية بعد تخلي بعض الكتل السياسية عن مساندة رئيس الوزراء في ظل تزايد تلميحات بعض الكتل بسعب التفويض من حكومة العبادي من بغداد أسامة أنور قناة أسامة الراء مرة أخرى أحباد الكرام مرحبا بكم أبدأ مع النائب محمد نوري العبدرب أستاذ محمد مرحبا بكم مرة أخرى أول سؤال أسألك عن كيفية الإصلاح هل يبدأ العبادي إصلاحاته من حيث يتفق جميع رؤساء الكتل السياسية أم يبدأ إصلاحاته وفق قانون الغاب مثلا فضل سيد محمد مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة سامرة مرة ثانية ومساء الخير على ضيوفك الكرام حقيقة أنا بودي أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا اليوم أنا أخشى أن تكون هذه ورقة الإصلاحات شأنها شأن ورقة المصالحة الوطنية وورقة الاتفاق الحكومي والاتفاق السياسي وما شابه ذلك هي ورقة تتويفية لا أكثر اليوم حقيقة ما شاهدنا على واقع الأرض أو ما يمس المواطن بالدرجة الأساس من إصلاحات يعني إحنا كنا نتمنى أنه تكون هناك إصلاحات والناس اللي طلعت والمتظاهرين اللي طلعوا والمرجعية والبرلمان من أيد الدكتور حيدر العبادي وعطاء الدعم كان هناك رسائل واضحة أن هناك فساد يا دكتور حيدر العبادي في الحكومة العراقية ما عليك أنه تحارب الفاسدين تقتص من هؤلاء الفاسدين اللي موجودين في الحكومة العراقية التقليص اللي حصل سواء في الحمايات أو في مناصب أو رواتب كل هذه الأمور ممكن أن نأخذها في جدوى اقتصادية نتكلم أنه البلد يمر في ظرف اقتصادي صعب جدا من الممكن أن تساهم هذه المناصب وتقليص الحمايات وتقليص الرواتب أن تساهم في حل أزمة اقتصادية اليوم نحن نتكلم عن إصلاحات الإصلاحات هناك فساد هناك محاصصة في الحكومة العراقية اليوم الدكتور حيدر العبادي يتكلم ويذكر أنه حتى في مسألة إلغاء بعض الوزارات أو دمج وزارات في وزارات أخرى راعة فيها الكتل السياسية إذن على ماذا نتكلم عن إصلاحات إذن لحد اليوم نتكلم عن إرضاء محاصصة ونتكلم عن حكومة تنتهج نهجا التوافق بين الكتل السياسية يعني لا زالت الكتل السياسية هي المهيمنة وإلا كان يفترض بالدكتور حيدر العبادي أن لا يستمع لهؤلاء الكتل لأن الكتل واجبة أن تكون في بلغمان أنا أكثر من مرة دعية الدكتور حيدر العبادي أن يفلش الحكومة ويبدأ بتشكيل حكومة تكنقراط وأركز على نقطتين أساسيتين أولا أن يكون هناك رجل نزيه ومن ثم أبحث عن الكفاءة اليوم أنا بحاجة إلى النزاة ليش؟ لأنه أموال البلد بدأت تتهرب خارج العراق أموال البلد بدأت تسرب فأحتاج أن يكون يجيني رجل اليوم نزيه ومن ثم أبحث عن الكفو لكن للأسف الدكتور حيدر العبادي لم يقوم بهذه الخطوة بل شارك نفس الوضعية يعني إحنا من صوتنا إلى بالإصلاحات قلنا حتى ننهي المحاسسة الطائفية ننهي المحاسسة الحزبية يتقدم من هو كفوء من هو نزيه يتقدم لخدمة البلد من أي طائف أن كان من أي قومية أن كانت لكن حتى في الإصلاحات التي حصلت حصلت على أساس موضوع سحب الثقة أستاذ محمد لا لا هو موجود ثقة حفوا الدكتور إذا سمحت لي قد يكون هناك لبس أو سوء فهم في هذا الموضوع لم تسحب الثقة من الدكتور حيدر العبادي فقط الموضوع الذي حصل أنه هناك أمور تشريعية خاصة بالبرلمان هذه الأمور ليس من صلاحية الدكتور حيدر العبادي أن يمس هذه الأمور يعني تشريع القوانين وأمور أخرى فهم هذا الموضوع على أساس أنه البرلمان سحب الثقة لا البرلمان لم يسحب الثقة من دكتور حيدر العبادي وأعطاه كافة الصلاحيات التي تخوله ضمن القانون والدستور أن يعمل بها لكن نحن قلنا كبرلمان أنه هناك أمور خاصة أمور تشريعية في البرلمان من غير المنطق أن تتأتي بالأمور التشريعية والتنفيذية تعطيها لرئيس الوزراء فرئيس الوزراء لديه سلطة تنفيذية قادر أن يحل الحكومة هذه ليست من صلاحياتنا صلاحية الدكتور حيدر العبادي كنا نتمنى أن يقوم الدكتور حيدر العبادي بحل الحكومة بأجمعها كائل من يكون وأن يأتي بأشخاص جديدين على الساحة العراقية نظيفين غير محسوبين بالصلاحيات إلى حق يحل الحكومة نعم بالصلاحيات الى حق يحل الحكومة وكنا نتمنى كونه يمنع أنه يحل الحكومة نفس الوضع أنه محكوم في التوافق الحكومة والحزبي يعني للأسف أنه بقى تحت نفس الطائل الحزبية بصراحة أكلمك أول شيء أن يطلع ويقول أنا رجل مستقل خارج حزب الدعوة هذه أول نقطة التي كنا نتمنى نحن من الدكتور حيدر العبادي النقطة الثانية أن يقول أنا سأقوم بحل الحكومة وأأتي بأشخاص كفوئين ونزيهين إلى الكابين الوزارية وأنت يا برلمانيين ويا كتل سياسية راقبوا الحكومة التي سوف أشكلها إن كان أكو قصور في هذه الحكومة عليكم بالمراقبة والمتابعة هذا عمل البرلمان وإذا كانت ناجحة هذه الحكومة فكان بها لكن للأسف بقى الدكتور حيدر العبادي ضمن نفس المنطقة الضيق ضمن نفس المنهجية الحزبية ما قدر أن يغير وزراء ويبدل وزراء إلا ضمن أيضا محاسسة طائفية وهذه لن نستطيع أن نستمر في بناء العراق بهذه الطريقة جميل سأعود لك سيد محمد لكن أنتقل إلى أستاذ صباح على أستاذ صباح مرحبا أهلا بك يقول السيد محمد نوري العبدرب أنها ورقة الإصلاحات ورقة تسويفية ونوها على أنها ممكن هذه الإصلاحات هي إصلاحات تقشفية ليس إلا حتى هناك تصريح لرئيس أركان الجيش وكالة الفريق عثمان الغانمي أنه هناك خطة لنقل عسكري الأفواج الرئاسية إلى وحتات القتال فمعناها ممكن هي فعلا إصلاحات تقشفية برأيك في اعتقادي أن عملية الإصلاح هناك نظرة متباينة من قبل الشعب العراقي في جهة والسياسيين المسؤولين عن الكتل الممثلة بالحكومة وكذلك أيضا الممثلة في داخل البرلمان هذا التباين هو الذي يعطي الإمكانية لعمليات التسويف هذا يعني بهذا الشعب العراقي في تظاهراته المستمرة وفي اعتقادي ستستمر هذه التظاهرات يوما بعد آخر أو جمعة بعد جمعة بشكل أكبر من أجل الضغط على السلطة في تغيير نهج الإصلاح الحكومة تنظر إلى عملية الإصلاح عملية إصلاح إداري بينما الشارع العراقي يريد عملية إصلاح سياسي اقتصادي اجتماعي هذا الجانب هو تجوهر الأساس لعمليات الإصلاح يعني إحنا لو نأتي من 2003 يعني كيف إصلاح سياسي يعني غير الكتل السياسية كلها لا مو تغيير ليس بهذه الطريقة وإنما أول جانب أساسي مثل ما أكد سيد النائب عبد ربه يقول أنه ضرورة تغيير الحكومة بوجود حكومة كفاءات حكومة نزيهة هذا جانب جوهري وأساسي بمعنى الإبعاد عن طريقة التعيين وفق المحاصصة الطائفية بصراحة التي هي أثقلت كاهل الأزمات والعراق منذ 2003 ولغاية الآن ونعاني منها في أزمات مختلفة بسبب هذه السياسة الآن هو تحدث أيضا تشكيل حكومة تكنقراطي يعني بعد عن محاصصة الطائفية وما أحد دمر العراق اليوم غير المحاصصة الطائفية أليس كذلك؟ بالتأكيد ولذلك مطلب أولى مطالب الشارع العراقي كي تكون هناك حكومة حقيقية تلتزم بمصالح المواطن أولاً يجب أن تكون حكومة نابعة من قوى سياسية مؤمنة بعملية الإصلاح ولذلك اللاحظ أن قوى الفساد الموجودة حتى في السلطة الموجودة حتى في مجلس النواب حقيقة هذه تعمل جاهدة بوضع مختلف أنواع العراقي والضغوط على حكومة العبادي من أجل عملية الإصلاح الإداري فقط والابتعاد كل البعد عن عملية الإصلاح السياسي التي يطالب بها الشعب العراقي في إقامة دولة مدنية دولة مدنية بهذا المعنى ولذلك نلاحظ لو نشوف الشعارات التي ترفعها يرفعها المتظاهرون كل جمعة تطالب أولاً بمحاسبة الفاسدين ولكن قوى الفساد ما تمتلك من إمكانيات وقوة جعلت من العبادي يتباطئ وبشكل أصبحت وكأنه مثل ما أكد السيد النائب وكأنه عملية تسويفية هذا بدأ ينعكس على الشارع العراقي ولذلك نلاحظ من الضروري جداً إيقاف كل شكل من أشكال ما يسمى بسياسة التوافق سياسة التوافق تعني عمليات الإرضاء بصراحة والمحابات ما بين القوى السياسية ولذلك السيد العبادي لا يستطيع استبعاد وزير استبعاد مدير عام استبعاد كذا لماذا لا يستطيع؟ أحد يضغط عليه يعني يتعرض الضغوط؟ نعم نعم هناك ضغوط سياسية كبيرة جداً سأعود لك سأعود لك دكتور صباح لكن أعود لك أستاذ محمد النائبة على الطلباني تقول لا أعتقد أن العبادي سيقدم مصلاحات والنائبة محمد الكربوني يقول الحكومة تتعرض لضغوط كبيرة وكما ذكر الدكتور صباح علاو يعني فعلاً تتعرض لضغوط كبيرة من يضغط اليوم على الحكومة وعلي سيد العبادي؟ ممكن المالك يضغط أو ممكن الحكومة يعني الكتل السياسية الباقية أو حزب الدعوة أو من تحديداً بينما المرجعية تضغط بالضد تريد إصلاحات اليوم المرجعية وأن تمشي عجلة الإصلاحات إلى الأمام ترضى يعني هو اليوم أنا تحدثت بشيء هو ما لديت أن أتوسع بالموضوع لكن هسا أنطيك بعض التفصيلات اليوم العبادي من إيجاد دعم بالدرجة الأساس الشارع طلع دعم الدكتور حيدر العبادي وكانت مظاهرات وطنية خالصة 100% عندما يرفع العالم العراقي في ساحة التحرير ولا ترفع أي أعلام لا حزبية ولا طائفية ولا فئوية رفعت الأعلام العراقية بمعنى هذه تظاهرة وطنية أعطت رمت الكرة في ملعب الدكتور حيدر العبادي الدكتور حيدر العبادي وجه الكرة في ملعب مجلس النواب ثم عاد مجلس النواب الكرة إلى ملعب الدكتور حيدر العبادي يعني أخذ كل الصلاحيات إضافة إلى دعم المرجعية والكل قالت أنه يا دكتور حيدر العبادي حارب الفساد دكتور حيدر العبادي يفترض في الأسبوع الأول أو الثاني يعمل على إصلاحات جذرية كاملة في الحكومة لأنه هو صح أعلى سلطة تنفيذية في البلد هو رئيس الوزراء العراقي يفترض أن يعمل هذه الإصلاحات سواء في الكابينة الوزارية سواء في الهيئات الموجودة في الحكومة العراقية لكن لا زال الدكتور حيدر العبادي يتعرض إلى ضغوط سياسية من قبل شركائه في العملية السياسية من قبل التحالف الوطني من دولة القانون ومن حزب الدعوة ومن المجلس الأعلى ومن الصدريين من كل هذه الكتلة يتعرض إلى ضغوط وإلا كان يفترض هو إذا ما كانت هذه الضغوط أن يقيل كل الوزراء لكن سيد محمد هناك التحالف الوطني من قسم قسمين قسم داعم العبادي وقسم ضد العبادي اللي ضد العبادي يعتقد أن هناك رؤوس كبيرة رؤوس فساد كبيرة ربما ستسقط يعني إذا نفذ العبادي الإصلاحات الحقيقية أليس كذلك؟ طيب إذن إذا آمنا بهذه النظرية إذا آمنا بهذه النظرية إذن الدكتور حيدر العبادي ضعيف وغير قادر على إجراء الإصلاحات يعني هذه الإصلاحات هي مجرد إصلاحات شكلية ليش نتكلم عن المستقبل إذا كانت بهذه المستوى أن الرجل غير قادر أنا أقول اليوم الدكتور حيدر العبادي أمام امتحان إما أن يكون فعل الرئيس وزراء العراق ويتكلم بكل صراحة مع الكتل السياسية ويقول لهم أنا سأغير هذه الحكومة أنا سأحارب الفاسدين وكبار الفاسدين الموجودين في الحكومة العراقية عشرات المليارات من الأموال العراقية تهرب لغاية اليوم لا أنا ولا أنت ولا الشعب العراقي شاف أي شخص من هؤلاء المسؤولين تحت السجون مع العلم أنه كثير منهم يستحقون أن يسجنون أصحاب رؤوس الأموال والفاسدين يعني عفوا عندما نتكلم عن الفساد هل اليوم أنا بحاجة أنه أجيب أدلة على موظف اشتغل سنة في دائرة معينة وبنال بيت 100 مليون أو 200 مليون هل من المنطق اليوم أجي أبحث عن ملفات فساد عن وزير معين أو وكيل وزير معين لديه فندق في عمان أو فندق في لندن أو فندق في باريس هل من المنطق أنه أجي أبحث عن هؤلاء والبارحة قبل سنتين أو ثلاث سنوات هو كل شيء ما عنده طيب وين النزاهة وين الحكم وين المتابعات ما الدكتور حيدر العبادي نفس الدكتور حيدر العبادي يعرف منه الحرامية لأنه أصلا كان في اللجنة المالية يعرف الفلوس منه كان يأخذها ويعرف كيف كانت تصرف لذلك إذا ما يكون شجاع الدكتور حيدر العبادي ما رح يقدر ينجح لأنه الآن بدأت الكتلة السياسية بدأت تنظر للدكتور حيدر العبادي أنه أضرب مصالحه الشخصية والخاصة لذلك لن تسمح له بأن يستمر في التغيير أنا لا أسمي إصلاحات يعني أعتبرها إصلاحات تسويفية اليوم لأنه إذا استمرت بهذه الطريقة فهي إصلاحات تسويفية لكن إذا كان فعلا جاد عليه أن يقوم بدور أكبر أن يقوم بتغيير الكابينة الوزارية كافة الوزراء اللي موجودين عنده ويبعد أي وزير ينتمي إلى أي حزب أو أي جهة موجودة مشاركة في البرلمان ليش؟ لأنه البرلمان هو دورة سلطة رقابية تشريعية من غير المنطقة أنه اليوم أنا وزير من عندي أروح راقبة يا أخوان خليني نفهم أنه اليوم العراق ده يعمل بموضوع بمعاملة المحاسسة الطائفية هذه إلك وهذه إلي لا تراقبني حتى ما أراقبك انطيني حتى أنطيك هذا وقع العراق جميل سأعود لك سيد محمد لكن أنتقلك سيد صباح يعني كل ما تكلم به الآن السيد النائب معناها هناك من يوجد في الحكومة من هو يحمي السراق على حساب العراق وهذا أعتقد السبب الأهم في تأخر أو توقف صلاحات العباد هذا صحيح هذا صحيح ولكن يجب أن ندرك جانب جوهري وأساسي أن السيد العبادي حقيقة ما جاء إلى رئاسة الوزراء إلا بالمحاصصة وهنا الكارثة التي لم يستطع الخروج منها يعني هذه الشرنقة الملفوفة حول حكومة العبادي لا يستطيع التخلص منها والخروج إلى الفضاء الحر الذي تطالب به الجماهير بصراحة بشكل كبير جدا منذ أكثر من ستة أشهر ولغاية الآن هذا الجانب هذا الجانب هو العامل المعرقل ولكن أنا أرى على الساحة العراقية خلال ستة أشهر الماضية وخصوصا هذا الشهر الماضي مستقبلا خلال الثلاثة أشهر القادمة سيكون هناك تغيير جوهري في اعتقاده أما في عملية بناء الحكومة جديدة أو عملية تغيير تغيير لرئاسة الوزراء بإتيام بشخص يمتلك القوة يجب أن يكون مدعوما من جميع الكتل السياسية التي لم تعطينا صورة من صور الفشل التي نراها في الظرف الحالي يعني نحن نجزم والشارع يجزم والمرجعية أيضا أكدت على هذا الجانب فشل القوة والكتل المشاركة في السلطة على أداء عملية الإصلاح والدليل أنهم لا يمتلكون حالة التضحية لا يمتلكون حالة التضحية في تحقيق مطالب الشارع العراقي بما فيهم حتى الممثلين الموجودين في مجلس النواب شوفيناه جانب جدا جوهري والدليل أن الحكومة ما شكلت إلا بوجود برنامج سياسي تفقي عليه ولكن لم يلتزموا ومهناك الكثير من القوانين والقضايا السياسية الجوهرية التي يجب على الحكومة أن تعمل على تنفيذها ابتداء من عمليات المصالحة عمليات إطلاق سراح الأبرياء الموجودين منذ سنين في السجون وغير ذلك هذه كلها لم تستطع الالتزام بها دليل على أن الكتل السياسية التي أقرت هذا الجانب هذا الجانب الإصلاحي بمجموعة مجلس النواب حقيقة أفرحنا في وقته ولكن لم يستطيعوا دعم العبادي سياسياً في عمليات التنفيذ والكشف عن كل أسرار عمليات الفسادة التي مر بها العراق خصوصاً جميل فترة من 2006 ولغاية 2014 سأعود لك دكتور صباح لكن أنتقل إلى واشنطن الدكتور هيتام هادي الهيتي دكتور هيتام مرحباً بك مرحباً أخي برأيك توقف إصلاحات رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي خيبة الآمان كان هناك ضغط من المرجعية من جانب وضغط من الشارع العراقي من جانب دفعت سيد العبادي إلى أن يقوم بإصلاحات كشف أكثر من مرة الفاسدين والسراق تحدث مرة بلهجة قوية وقال القائد الضرورة وأفرغ خزينة الدولة بالهبات وامتلك أعداد قنوات وفاز بالانتخابات وإلى آخره لكن ألا تعتقد أن هناك جهة تدخلت أو دولة تدخلت لإيقاف العبادي عن كل هذه الإصلاحات وعن كل هذه التصريحات تفضل بكم شكرا جزيلا أخي شكرا أرود أن هذه الإصلاحات يعني تطبيقها هو ليس عبارة فعار فقط لأن التطبيق يعني سيؤدي إلى يعني محاسبة في هذه العملية التي أتيت لها فعلى سبيل المثال أكبر كارثتين في حصلة العراق اقتصادين التحديد وهذا الفشاد أولها إحجار ميزانية ثمان سنوات أهدرح المالك لهم تعاد زانيات العراق منذ زمن عبدالكريم قاسم إلى صدام الشين أي ميزانية سنوات تشاوي ميزانية السفر وحيسنا ولكن لا يوجد شارع واحد سفر جديد في حين العراق بلية بالسنوات الماضية قال واحد مين توقيع شهر الثاني لتراخيص النفط الذي هو عبارة عن اعطاء النفط العراقي ذبة مجانية لشركات النفط العالمية ولو علمت العراقيون تحديدا بوعي وبفهم كيف جمع هذا التوقيع وما هي النسبة التي طقيت والتي اعطت يعني شعلت العراق مطلوبا للشركات النفطية دون ان يستثمر اي شي منها وبالتالي هناك عملية تبيع للعراق يا اخي وهذا الشي الشيان الاثنين لا يتطلبان اصلاحات على الحج ولا يتطلب دكتور نحن وصلنا الى نقطة انهيار اختصادي كامل وفساد يعني بقمة وبالتالي لا خيار للعباسي الا شعار هو الاصلاح اذا اردت تخول فيه بحقيقة فهو جسا يدخل بمعركة ضارية اما تنهيه او تنهي الاخرين وانت ماذا تتوقع تنهيه او تنهي الاخرين دكتور هيثم ماذا تتوقع تنهيه ام تنهي الاخرين ام لن يدخل في معركة اساسا نعم نعم في الحقيقة انا ارى ان العبادي اذا اراد ان يكون وطنيا ويستخد قرارا صائبا في المواجهة المواجهة النهائية والحاسمة فهو سينتقر لانه سيجد كل الوطنيين حوله وخلفه يدعموه اما اذا تكر بفكر الاحزاب وطنية طائفية فسينتهي حكما قريبا جميل شكرا لك دكتور هيثم هاد الهيتي من واشنطن شكرا جزيلا لك اعود لك سيد نائب محمد النور العبدرب يعني الدكتور هيثم الهيتي يقول توقيع شهرستاني لتراخيص النفط وهو اعطاء النفط العراقي هبه لشركات النفط العالمية ما رأيك بهذا الكلام يعني كلام مئة بالمئة دقيق وقد يكون هناك خفايا اكثر من هذا الموضوع يعني اليوم انت تتكلم عن عمليات استخراج للنفط وبيع النفط يعني بنسب قد يصل الى نصف نصف القيمة يعني تتكلم عن استخراج النفط يعطى للشركات ما يقابل 20 او اكثر من 20 دولار للبرميل الواحد مع العلم يباع البرميل ب40 دولار او اقل من 40 دولار اذا نسبة الاستخراج كلفة الاستخراج راح تكون اكثر من النصف ومن المتوقع ان ينزل سعر برميل النفط الى اكثر من هذا الحد المشكلة انه دكتور المشكلة انه ما عدنا علاج في الحكومة العراقية يعني للأسف الشديد انا اقولها وبكل صراحة ماكو علاجات لهذه الامور اليوم انت كانت مقدمتك حلوة يعني اليوم الدول تعمل شلون شلون تحترم الانسان اللي عندها شلون تنمي الطاقات اللي موجودة في المجتمع شلون تدعم القطاع التعليمي القطاع الصحي العدل اللي موجود مثلا المتمثل في القضاء للأسف اليوم العراقي يتنافس بايش يتنافس ويطلع اول يتنافس ويطلع اول في الفساد يتنافس ويطلع اول في الجريمة يتنافس ويطلع اول في الهجرة يتنافس ويطلع اول في الموضوع النازحين وهكذا ما عدنا ما عدنا شيء مثل البلدان البقية انه نتنافس كيف نصنع شيء جديد كيف نقدم لمجتمعنا شيء جديد اليوم المواطن يعني شو نريد من الاصلاحات اللي طلع يظاهر عليها وحجة عليها وطلعوا بالشوارع ولا زالوا يطلعوا ونصالهم ستة شهور راد أن تحسن الوضع المعاشي مالته راد أنه توفر لأمن توفر لطاقة كهربائية توفر للمقاومات البسيطة اللي ممكن في أي دولة من دول العالم هي موجودة ما طلع المواطن حتى يا دكتور حيدر العبادي حتى تطلع الوجر الفلاني أو تنقص رواتب الموظفين طلع أنا تقدم لخدمات أخي اليوم الحكومة عاجزة سيادة الناب إلى الآن لم ينتم تقدم أي خدمات واليوم المتظاهرين يمهلون الحكومة أو يمهلون البرلمان اسبوعين ويهددون بمحاصرته ما رأيك بهذا التصمير؟ من حق المواطن اليوم أنا يتكلم لأنه هو اللي قعد مع الكرسي هو المواطن هو اللي قعد حيدر العبادي هو المواطن هو اللي قعد الحكومة هو المواطن اليوم المواطن يعني أنا مع احتراماتي للمواطن أيضا كان عليهم مسؤولية في سوء الاختيار لأنهم تخندقوا طائفين تخندقوا إلى قسم من الأشخاص قد لا يكونوا المؤهلين لأن يشغلوا أعضاء في مجلس النواب أو حتى في الحكومة للأسف اليوم المواطن أنا أقول المواطن اليوم عليه العبئ الأكبر والحمل الأكبر في اختيار الشخصيات الوطنية اللي ممكن أنه غدا تقدم الخدمات للمواطن لكن اليوم الحكومة مبنية على أساس المحاسسة يعني الشعب العراقي كله يدري وإذا ما كان يدري خد يعرف أنه محاسسة إلى مستوى أي موظفين في دائرة لازم يجيب واحد من هذه طائفة واحد من هذه الطائفة وفد إذا يروح لدولة معينة لازم يكون الوفد ممثل طبعا هو الكلام مو ممثل عنه من كل الطائف لا ممثل عنه لازم أنت من كذا حتى تروح تحتي وتنقل وجهة نظرك وانت من الطائفة الفلانية حتى تنقل وجهة نظرك حتى العالم يعرف أنه العراق يعني يتباهونهم يعني قسم من السياسين الكبار يتباهون يقول لك احنا منطلعنا كان معانا المسيحي والكردي واليزيدي والشيعة والسني وشافونا وكذا يعني داخل دريد يوصل للعالم أنه احنا من قسمين بالأساس ما يقدروا يتكلمهم بالهوية العراقية ما يل galham يروح يقول أنا عراقي أريد أخدم العراق لا الشيعة يتكلم بالشيعة والسني يتكلم بالسنية واليزيدي يتكلم بيزيدي والكردي بالكردي وهكذا قسموا البلد على هذا الأساس طيب إذن اليوم من حق المتظاهرين أنهم إذا أمام الخضراء ويهددون بأيضا أو يمهنون البرلمان أسبوعين بالمقابل أنتم كبرلمانين ما راح تسوون أستاذ محمد يعني نحن بالنسبة لنا كسلطة رقابية تشريعية من حق المواطن أن يطلع يظاهر ومن حق أن يطلع يطالب بمطالبات الحياة وتوفير الخدمات إلى المواطن نحن بدورنا نضغط على الحكومة الحكومة هي المسؤولة التنفيذي المباشر دكتور يعني نحن لازم نميز بين من ينفذ على الأرض وبين من يشرع ويراقب جميل سأعود لك اليوم اللي يقدم الخدمات هي السلطة التنفيذية نعم سأعود لك سيد محمد نعم لكن سأنتقل لك دكتور صباح دكتور صباح اليوم هناك أساليب اعتمدة ضد المتظاهرين والناشطين جلال الشحماني محد يعرف عنه محمد الشماني طلعوه بمعتقر ويضربون بناس عناصر من دسة منيشيات عصابات سميها ما شئت فهل يعني سياسة تكميم الأفواه أيضا هي من الإصلاحات المنشودة أم أن قتل الناشطين أو المتظاهرين أيضا هي من الإصلاحات الأخلاقية والإنسانية أم هذه ماذا تسمي هذه حقيقة كلما تتسع مساحة التظاهر في العراق في بغداد وباقي المحافظات وياريت وكم أتمنى حقيقة أن يكون هناك التحام بين الحراك الكردي مع بغداد مع البصرة مع ديالة مع كل المحافظات حقيقة سيشكل حالة من حالات الضغط والتضييق والتضييق على الفاسدين بشكل كبير جدا ولكن من جهة أخرى الفساد يستخدم كل إعسالي به وقواه بما فيها عملية الاعتقالات عملية الاختيال وحتى بدون بدون إذن من السلطة هناك العديد من الميليشيات السائبة هناك العديد من القوى المسلحة الغير منضبطة حقيقة يستخدمها الفساد في أمور كثيرة ومنها عملية الاعتقال وتكميم الأفواه وعمليات وضع الحواجز الحواجز والعوائق في وصول المتظاهرين إلى أماكن التظاهر وساحات التظاهر هذه كلها موجودة ورأيناها في البصرة وكذلك أيضا في كربلا وفي بغداد في مناطق مختلفة ولكن هذا الأسلوب سيزيد سيزيد من إصرار المواطن العراقي على التظاهر لتحقيق مطالبه بدعم من المرجعيات بدعم من كل القوى الوطنية الحقيقية بصراحة أثبتت الكتل السياسية المشاركة في إدارة الدولة منذ 2003 ولغاية الآن فشلوا هالذريع وهذا يدلل أنها لا تمتلك الإمكانية في التضحية من أجل الوطن يعني تحتاج عملية تضحية لم يخرج لم يخرج لنا أحد القادة السياسيين الذي يتبرأ من كل هذه المظاهر الفاسدة التي أخرجها المتظاهرون طيلا ستة أشهر بشعاراتهم وبهتافاتهم لم يستطيعوا أن يواجهوا العراقيين والعالم بصراحة بأنهم قادة سياسيين ما جاءوا إلا لخدمة الوطن لم يستطيعوا هذه الجوانب في اعتقاده هي حالة صراع والمتظاهرين يحتاجون أيضا إلى قوة دائمة لهم سواء أقليميا أو دوليا بإضافة إلى المرجعيات القوى السياسية الحقيقية أو من يمتلك البرنامج الوطني الحقيقي يعني لغاية الآن حفوان حتى البرلمان يعني في اعتماده لكثيرا من القوانين لم يستطع وضع برنامج لتنفيذ هذه القوانين صحيحة وجهة تشريعية ورقابية ولكن العديد من القوانين طيلة الاثنى عشر سنة الماضية ولغاية اليوم عديد القوانين لو لم تكن هناك حالة من حالات الرقابة الحقيقية هذا دليل أن في داخل البرلمان هناك حالة من حالات الصراع ما بين القوى السياسية نفسها أما حاليا عفوا يتحدون يتحدون الفاسدون في كل مكان بما فيه مجلس النواب وكذلك أيضا في الحكومة لإيقاف كل شكل من أشكال عملية الإصلاح الحقيقية جميل جميل سأعود لك دكتور صلح لكن سيد النائب أعود لك هل هناك صراع بين القوة السياسية داخل قبة البرلمان نعم أكو صراع صراع المصالح الخاصة موجود نعم لا يخفى على الجميع أن هناك مصالح خاصة لجميع الكتل السياسية ولذلك نشاهد الكتل السياسية تتصارع فيما بينها لغرض تحقيق هذه المصالح لم أشاهد أن هناك صراع للمصلحة العامة هناك أغلب الصراعات هي إرضاء مجموعة معينة أو إرضاء فئة معينة أو إرضاء حزم معين أو أتباء حزم معين لذلك صراعات هي صراعات فئةوية وحزبية خاصة لن تكون هناك صراعات وطنية حقيقية من أجل العراق جميل جميل سيد محمد لكن هنا أنا أريد أن أتحدث عن موضوع محمد لبما هو من اختصاصك هناك لم نجد السيد العبادي من خلال إصلاحاته أن يهتم بالنازحين أليس النازحون هم الأولى اليوم بالإصلاحات يعني اليوم عندنا نازحين 5.6 مليون نازح بس بقنين كردستان 2.8 مليون نازح إذن اليوم لم نجد من اهتمامات السيد العبادي الاهتمام بموضوع النازحين أم لا ربما هناك اهتمام وهو خافي عن الإعلام أو عن الناس للأسف دكتور يعني حقيقة هو الحكومة اليوم أنا أعتقد ما قدمها فريد شيء يعني تعمل ولا هي ناجحة مثلا بالعلاقات الدبلوماسية ولا هي ناجحة بتوفير الخدمات إلى المواطنين ولا هي ناجحة في التعليم ولا هي ناجحة في الصحة ولا هي ناجحة في الرياضة ولا ما أكو مجال من مجالات الحياة اليوم نشوف الحكومة العراقية ناجحة به لذلك هي قدامها مسؤوليتي بسيطات هي مسؤولية الأمنية الحفاظ على الأمن في المحافظات المستقرة نوعا ما أمنيا نعم وإعادة المحافظات المحتلة من قبل داعش هذه نقطة والنقطة الأخرى هي اهتمام بالنازحين للأسف الشديد الحكومة لغاية هذه اللحظة التي أكلمك بها ما لها أي دور يعني أنا على مستوى عظو برلمان وقد أكون ما أريد أتكلم فيما عملت أنا بصراحة لكن أنت سألتني فراحة وضح بعض الأمور نعم أحنا سألتك دي كي توضح أنا من خلال شهر أو ثلاثة شهر ولحد الآن توجهت إلى تركيا عشرات الآلاف من النازحين العراقيين في تركيا استطعنا أن نعيد ما يقارب ثلاثة آلاف شخص من عدهم يعني أنا بيعج معادتهم على حسابك الشخصي من اللي كانوا على حساب الوقف السني لا لا الحقيقة كانت هناك طائرات على حساب الوقف السني والحكومة ما لها علاقة لا لا ما لها علاقة خارجية ما لها علاقة لا لا الطائرات كانت على حساب الوقف السني المنشآت كانت على حسابي أكثر من منشآت استطاعت الحمد لله أنه يعني نرسلهم إلى داخل الحدود العراقية هاي كانت على حسابي الشخصي هناك طائرات يعني طائرة ذاك الأسبوع وطائرة إن شاء الله بعد بكرة هذا على حساب وزارة الهجرة والمهجرين بعد أن تابعناهم وطالبنا الوزارة ولازمنا نطالب وأنا خاطبت حتى وزير النقل ودزية رسائل أنه يساعدون بإعادة هؤلاء النازحين للأسف الحكومة لحد هذه اللحظة لم تقم بواجبها الحقيقي تجاه هؤلاء النازحين نحن نتكلم أن هناك نازحين داخل العراق بالمقابل أن هناك نازحين خارج العراق يعني هم ليش نزح خارج العراق قد تكون الحكومة مأخذ موقف من هؤلاء النازحين اللي خارج العراق أول النازح يتوجه إلى الإقليم ما يدخل وعليه إجراءات أمنية ويصير وما يصير وكفيل وما كفيل بالمقابل إذا يروح البغداد نفس الوضعية أيضا على جسر بزيبز يبقى فيلجأ أنه يدخل إلى الأراضي التركية الأراضي التركية ما تقول لك أنت وين رايح فتت فتت ما فتت لزموك الشرطة وقفوك فإلقي أسهل أنه يدخل إلى تركيا لذلك عدنا عشرات الآلاف من العوائل المهجرة الآن في تركيا أنا صار لمدة أتابع هذا الموضوع عشرات الآلاف من الطلاب اللي قد يروح مستقبلهم للأسف 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 الحكومة لغاية هذه اللحظة لم تقم بدورها وأنا متابع لهذا الموضوع وأنا من خلال قناتكم أطالب كافة الوزراء وكافة الجهات الرسمية أن نتقدم المساعدة حتى نستطيع أن نعيد كثير من عدهم هؤلاء يرغبون بالعودة إلى العراق لكن لا توجد لهم إمكانيات مادية إذا رجع للعراق يحير وين يروح يقعد إيجار ما يقدر يدفع إيجار إمكانيات العيش لذلك اليوم الحكومة أثبتت ضعفة أمام النازحين داخل العراق وخارج العراق جميل سأعود لك سيد الحد لكن أنتقل لك دكتور صباح اليوم تصريح للسلطة القضائية أنهم جهزوا قانون أرسلوا إلى البرلمان هو بتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام بالمقابل يعني ترشيق ترشيق للرواتب لكن بالمقابل نحن بمقابل هذا الترشيق ألا نحتاج إلى ترشيق السلاح أيضا هناك عناصر مشتاوية في ديالة تحرق وتسلب وإلى آخره في الطارمية أيضا اليوم كما ورد هناك حرق أيضا في بغداد عمليات اختار حتى في البصرة أقصى جنوب العراق اليوم أيضا عمليات قتل ويعني مضايقات على الناشطين لماذا لا يستطيع سيد العبادة اليوم ترشيق الميليشيات أو ترشيق السلاح لنقول حقيقة ضعف الدولة ضعف الدولة أو ضعف الحكومة بالدرجة الأساسية هذا يشكل بصراحة خطر كبير جدا ويعطي الفرصة ليعطي الفرصة الكاملة الكاملة للقيادات السياسية أن تبني نفسها بشكل كأنها دولة مستقلة حقيقة يعني هناك كتل سياسية تمتلك من الميليشيات المسلحة في حماياتها وغيرها لا تعير اهتماما بقوانين الدولة وهذا يشكل خطرا كبيرا في سياسة الدولة لكن يدلل على أن السلطة في بغداد من الضعف لا تمتلك الإرادة أن تضع كل هذه هذا السلاح والقوى الموجودة بخارج النطاق الجيش والشرطة بصراحة أن تضعها تحت صلاحياتها وتحت قوانين ثابتة تستطيع أن تتحكم بها الدولة وهذا الذي يشكل أن الخطر الأكبر القادم وقد يستثمر من قبل الفساد في عمليات التغيير المستقبلية وهذا وارد نعم جميل لكن بكلمات أخيرة إصلاحات العبادي إلى أين برأيك في اعتقادي إصلاحات العبادي في الظرف الحالي من قل عنها متوقفة وإنما حالة من التباطئ لجملة كبيرة من الأسباب التباطئ أو السباط لا تباطئ في اعتقادي تباطئ عملية الترشيق في المرتبات وغيرها هذا جانب نتيجة الأزمة المالية التي تعيشها العراق وليس عملية إصلاح يعني حتى ترشيق المرتبات للقضاء وغيرهم وإنما يتطلب عملية إصلاح القضاء بكامله كي يكون لدينا عدلا ممكن لكن لا يستطيع اليوم سيد العبادي حتى إقالة سيد مدحة المحمود من الصعوبة أعتقد ليس كذلك هي ليست إقالة شخص نعم أنت من تستطيع أن تضع نظاما جديدا للقضاء وفعلا تعطيه الاستقلالية الحقيقية من يكون لينفذ لنا هذا هذا الإصلاح يعني ليست إقالة أشخاص إقالة أشخاص قلنا هذا عمل إصلاح إداري وليس عملية إصلاح حقيقية سياسية جميد شكرا دكتور صباح لكن سيد النائب بكلمات إصلاحات العبادي إلى أين برأيك يعني حقيقة إصلاحات الدكتور حيدر العبادي إذا لم تمس الفاسدين في الحكومة العراقية الحالية والسابقة فهي إصلاحات تسويفية لا جدوى منها وإذا لم تنقذ النازحين يعني حتى النازحين يعني يعني أنت من تحارب الفاسدين ومن تحاسب الفاسدين راح تكون عندك أموال تستطيع أن تصرف بها عن النازحين لكن المشكلة أنه الأموال يتروح إحنا قررنا في مجلس النواب مليارين تريليونين واربعمائة مليار للنازحين المحكمة الاتحادية رجعتهم يعني ما ما وافقت عليهم قالت هذا هذا مو من صلاح حيث المجلس النواب أن يقر هذا الموضوع فلذلك إذا ما يكون هناك حرب وعمل حقيقي على الفاسدين أنا أعتبرها إصلاحات تسويفية لا جدو منها في النهاية النائب محمد نوري العبدرب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية شكرا جزيلا لك وشكرا لدكتور صباح علاء الباحث في شن العراقي والكاتب المحلل السياسي شكرا لك دكتور صباح كذلك شكرا لدكتور هيثم هادي الهيتي الذي كان معنا من واشط وشكرا موصل لكم أحبتي على حسن المتابعة نذكركم نحن من أرض غرورقت بدمع نهرين ينزفان عند القلب يفترقان ثم يتعانقان عند مرفأ الأوجاع حيث شط العرب من أرض الحدث نلقاكم من الأسبوع المقبل إلى ذلك من الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته